افرض انه كانت فيه مشكلة معينة ومخارفة للكود لنفرض ان قابلة ما بتتحمل المسؤولية المكتب هو اللي بتحمل لانه المكتب هو المصمم هو عبارة عن عملية تدقيق يعني انت بتشوفها بالجانب الشكلي والموضوعي انها هل هي محققة لحد الأدنى هل هي محققة بعض الأمور يعني في بعض الأمور بركزوا عليها كتير مثلا بالانشائية مثلا لنفرض حول موضوع الزلازل يعني بعض المواضيع نسميها الحساسة بتم التركيز عليها بالجانب المعماري ببعض كودات الفراغ مطلبات الفراغ في المبنى طب ليش محصير كامل يعني اسوة في بعض الدول المجاورة لإلنا يعني بعملوا تدقيق لكافة مكونات المشروع وبنفس ما تفضلت ما بكون مسؤول أنا كبلدية هل هم بيدققوا بيدققوا مش انهم ما بيدققوا حرام كمان نظلمهم بهذا الموضوع بتم التدقيق لكن افرض انه طلعت مشكلة فيه هي مسؤولية المكتب بس بنفس الوقت اذا بدنا نحكي بالجانبين التصميم والاشراف احنا التصميم انا باعتقادي انا راضي عنه بتدقيقه وبالمخططات بنسبة عالية جدا مقارنة بالاشراف لكن بدون تحمل مسؤولية اه بالضبط هي بدون تحمل مسؤولية لانه لما بتحكي تحمل مسؤولية هو بالعالم بره موجود في مكتب ثالث يقوم بالتدقيق فيه فرق بين التدقيق و كطرف ثالث وبين التدقيق تبع نقابة المهندسين لكن اذا جيت اخذت اي مخطط نوعا ما بصدر يعني اتصور بالجانب الشكلي والموضوعي للمخطط مقاطعين شرعي جيد فيه اشتركوا في القناة